موسيقى 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 تؤكد من جديد التزامها بزيادة تعزيز العلاقات مع روسيا والإمارات العربية المتحدة موسيقى موسيقى الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلته الدعم اللازم للجهود المفذولة لبناء أنظمة صحية مرينة في إثيوبيا موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نشرة جديدة للأخبار نقدمها لكم نحن القسم العربي في هيئة لذاع الإثيوبية من العاصمة أديس أبابا عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمنتدى الحضري الأفريقي الأول اجتماعها الأول وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء تمسدان تورونة في أديس أبابا وقال تمسدان إن المنتدى سيكون بمثابة منصة أفضل لصياغة التضامن بين الأفارقة مضيفا أن الحدث سيجمع أكثر من 1500 مشارك معا في أديس أبابا وبحسب هيئة لذاع الإثيوبية فإن إثيوبية كمقر لمؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مستعدة جيدا لاستضافة المنتدى الحضري الأفريقي الأول الذي سيعقد في سبتمبر القادم أكدت إثيوبية من جديد التزامها بزيادة تعزيز العلاقات الثنائية وداخل منصة البريكس مع روسيا والإمارات العربية المتحدة جاء ذلك خلال لقاء السفير مستقان ورقا وزير الدولة الإثيوبية للدبلوماسية الاقتصادية والسياسية بوزارة الخارجية مع نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي والشربة الروسي في مجموعة البريكس وكذلك سعيد الهاجري مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والتجارية والشربة الإماراتي خلال الاجتماع الثاني لشربة بريكس في موسكو خلال الاجتماع الجانبي كرر وزير الدولة مزقانو التزام إثيوبيا بتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي وداخل منصة البريكس مع روسيا والإمارات بدأ المنتدى الإقليمي الأفريقي العاشر للتنمية المستدامة الذي استضافت حكومة إثيوبيا في أدس أبابا يوم أمس في حديثها نيابة رئيسة الجمهورية سهلة ورق زودي أكدت وزيرة التخطيط والتنمية في السمسفة على الحاجة إلى تكثيف الجهود في تعزيز ومواءمة أهداف قطة تنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال 2063 للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ودعت إلى تجديد الالتزام بالتضامن والتعاون الوثيق للتحقيق رؤية مشتركة لعالم أكثر عدلا ومرونة واستدامة للأجيال الحالية والمقبلة كما سلطت الوزيرة الضوء على تجارب إثيوبيا في المساعل المائية مشيرة إلى خطوات البلاد الكبيرة في تعبئة الموارد المحلية والدولية من أجل النمو الاقتصادي السريع والمستدام من جانبه أشار رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أكلافر الجاتيتي إلى أن التحديات الحارجة التي تواجه أفريقيا تتطلب إجراءات تحويلية مستدامة ومرنة ومبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الاستثمارات في أنظمة الغذاء والطاقة والاتصال الرقمي والتعليم وتغير المناخ استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة مكدس دابا وفدا من الاتحاد الأوروبي في مكتبها وناقش الجانبان المزيد من تعزيز التعاون نحو تحقيق نظام صحي مستدام ومرن في إثيوبيا وشكرت الدكتورة مكدس الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر ودعت إلى مزيد من المساعدة في المساعي المفذولة لضمان نظام صحي مرن ومنع العنف الجنسي وتوفير الاستجابات اللازمة للقضية وتعميم القضايا الجنسانية في النظام الصحي كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأنشطة الرامية إلى تحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقلية وبناء قدرات المهنيين الصحيين والتعجيل بإصلاح وإعادة بناء المرافق الصحية التي دمرها وأضررها الصراع وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا روبرتو شيرلو إلى أن منظمته كانت شريكا وثيقا لإثيوبيا في قطاع الصحة لسنوات عديدة وتعاهد بالالتزام بمواصلة دعم الجهود المبذولة لبناء نظام صحي مرن وتحسين التغطية الصحية الشاملة في البلاد التقى مفوض اللجنة الوطنية لإعادة التهييل تمسقا لهم بسفير اليابان لدى إثيوبيا شيباتا هيرونوري لمناقشة الأنشطة الجارية لضمان السلام المستدام وقال المفوض تمسقا إن اليابان هي أحد الشركاء السابقين لإثيوبيا في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل الذي يساهم بالدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه للمرحلة الأولى من البرنامج وطمأن السفير شيباتا هيرونوري على التزامه الثابت بمواصلة دعمه لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامين في البلاد في مقابلة مع وكالة الصحافة الإثيوبية قال السفير السويدي في إثيوبيا هانز هينيريك إن السويد تركز أكثر على التجارة والاستثمار لأن التنمية الاقتصادية ستعزز السلامة في البلاد وكجزء من التعاون الانمائي تحتاج السويد إلى دعم عملية التكامل الإقليمي لا سيما في القرن الأفريقي وكذلك في أجزاء أخرى من أفريقيا على حد قول السفير وقد سهمت السويد في تاريخ العديد من البلدان الأفريقية في بناء التضامن وبناء القدرات ولا سيما في سياق التعامل بين الشعوب وقال إن هذا استمر في إثيوبيا لمدة سبعين عاما من التعاون وأقامت إثيوبيا والسويد شراكة متبادة وبحسب السفير فإن السويد لديها برنامج تنمية واسع في إثيوبيا مضيفا أنه في الوقت الحالي هناك حوالي 30 شركة سويدية تعمل في إثيوبيا وأشار إلى أن السويد تدعم الحوار الوطني وعمليات العدالة الانتقالية القادمة وتستكشف أيضا سبول دعم عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إثيوبيا الدعم التابعي لمكتب الأمة المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في جنيف عرضت إثيوبيا تجاربها في استراءاتيجية إدارة مخاطر الكوارث وأشدد السيد أمسالو تزازو الوزير المستشار في البعثة الدائمة لإثيوبيا في جنيف على الجوانب الحاسم المتعلقة بنتائج الزيارة الأخيرة التي قامت بها إلى إثيوبيا في الشهر الماضي وأبرز السيد أمسالو أن الدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة قد مكن اللجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث من رفع مستوى استعدادها وقداراتها على الاستجابة بما يضمن نشر التنبيهات والإنذارات على وجه السرعة وبكفاءة على المجتمعات المحلية الضعيفة وبالنظر إلى الأثار المستمرة للأخطار المتصلة بالمناخ دعا المجتمع العالمي إلى تعزيز دعمه وتضخيم مساعي إثيوبيا الشاملة في مجال الحد من أخطار الكوارث وإدارتها وقد مكن هذا الدعم اللجنة الإثيوبية لإدارة المخاطر الكوارث من تعزيز قدرة على التأهب والاستجابة بما يكفل إيصال التنبيهات والإنذارات إلى المجتمعات المحلية المعرضة للخطر في الوقت المناسب وبفعالية عرضت الشركات الناشئة المشاركة في معرض إثيوبيا لشركات الناشئة أفكارها المبتكرة على صانعي القرار في محاولة للانضمام إلى العشرين من المتأهلين لتصفيات نهائية والذين سيتواجهون في مسابقة ستقام يوم السبت المقبل وأشار المتنافسون إلى أن عملهم سيسهم في الجهود المبذولة لحل مختلف المشاكل في المجتمع بعدة طرق وذكر في هذه المناسبة أنه سيتم اختار المنافسين بنتائج تقييم أعمالهم المبتكرة وقيم معرض إثيوبيا لشركات الناشئة في الفترة من الرابع إلى الأشرين من إبريل الجاري في متحف العلوم الإثيوبي قبل الختام نذكركم بأبرز ما جاء في النشرة إثيوبيا تؤكد من جديد التزامها بزيارة تعزيز العلاقات مع روسيا والإمارات العربية المتحدة الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلته الدعم اللازم للجهود المبذولة لبناء أنظمة صحية مرنة في إثيوبيا بها كذا عزائنا المشاهدين تنتهي نسرتنا لهذا اليوم كتب معكم العبدالجمال وأتمنى لكم يوم طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة